أقيمت ورشة عمل متخصصة حول النشاط الإشعاعي للبوتاسيوم كأحد المكونات الأساسية في الأسميلة الزراعية نظمت هذه الورشة كلية الزراعة بجامعة طرابولوس بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرعي مصراتة ومحطة مصراتة للبحوث الزراعية كان محور رئيسي المستوى الآمن لاستخدمات البوتاسيوم المشاع وأحد طبعاً الهدف الرئيسية نحن صلت الضوء على المواصفة المهتمدة بشأن الأسميلة طبعاً وكان في حضور كتير أثر النقاش بصورة متنوعة الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو التعريف بأهمية عنصر البوتاسيوم في الأسميلة الزراعية وتقديم إجابات علمية مفصلة على القلق المتزايد بين الزراعي والمهتمين حول استخدام الأسملة التي تحتوي على البوتاسيوم وناقش الخبراء والباحثون المشاركون في هذه الورشة الخصائص الإشعاعية لعنصر البوتاسيوم وكيفية التعامل معها بأساليب آمنة ومستدامة والآن النقاش يدور من بعض الخبراء في هذا المجال ونحن بحول الله نتمكن من إيجاد حلول بعض المشاكل التي وجدت في هذه المواصفة وأكد المنظمون على أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية البوتاسيوم ودوره الحيوي في القطاع الزراعي وتقديم الحلول العلمية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بنشاطه الإشعاعي كما شددوا على ضرورة تكثيف البحث العلمي في هذا المجال لتطوير الممارسات الزراعية الآمنة والمستدامة